زي ما عبدالحق بن شيخة أعتقد وجد نظر أنه حيفرق وكان فارق في وجوده في مباراة الأهلي أيضا مرسير كولر وأن أنت الشوت التاني على الأقل مثلا لما بتيجي تغير عندك مجموعة جيدة جدا من اللاعبين اللي تقدر تغيرهم وبالتالي مرسير كولر مؤثر وبشكل واضح جدا مع نادي الأهلي طبعا طبعا مدرب زاكي ولكن أنت بيجي أوقات اللاعبة بتبقى غصبة عنك مش في حالتها فأنت كمدير فني مش بتاعتي إنما أنا ممكن أبقى بشرح وبتكلم في تفاصيل وداتا كتير وحاجات كتير لو اللعبة بتنفذ الأهلي بقى شكله كويس جدا ممكن يبقى لعب مش في يعني مثلا المباراة اللي فاتح حسيني الشحات وبرس داو ما كانيش في أفضل حالتهم طب لو في أفضل حالتهم أتوقع نتيجة بس لسا كنت أقول لك تغييدة ريدا سليم ريدا سليم سرعاته فرقت جدا معنا لأنهما فرقة عندهم سرعات لو دول في حالتهم خلي بالك حالت دي يعني إيه يعني بقى استهلك اللي قدامي هو الحالة مش إن أنا أبقى كويس بس ما أنا بقى لعب على باك الباك ده لما يعني أن أنا بروح بروح عليه مرة فيه بروح عليه ست سبع مرات هو ما بيطلع عليش أساسا هي في خناقات بتحصل تانية الناس بتبقى فكرة أنا عايز اللي بقى كويس عشين يبقى هو كويس لا طبعا أنا مش عايز هو كويس أنا عايزه يستهلك خط الظهر دا الأربع اللي وردوا اللازم اللي هو بمعنى صاحب أركبهم في الكورة إن أنا رايح عليه مرة واثنين وثلاثة واربعة وحالت كويسة فجوون في التاني خلاص دا العمل ورده سليم دا صح 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 الكمان دي الفرق دي كانت عندها مشكلة زمان الكنين سرد باكاتهم وكانوش بيبقوا حريفة بس أجسام بدنيا عليين عندهم سرعات عالية الكلام دا كله دلوقتي بقواهم كمان منظمين معهم مدرب منظم فلما تنزل ريدا صليم وطهر محمد طهر لهم اتنين عندهم سرعات لأ أنا حاسب بفرق إن هما لأ كان هما كمان نزلهم بعد أما المدافعين بطهرهم واعوا تقريبا كمان كمان بالزبط لأ مدلنا بقولك عليه لو أنت كمان حالة لعبتك اللي بتبدأ كويسة كنا هنروح يعني كان اللي هنزل كمان كان يبقى أفضل لأن اللي يبقى قدامه مستهلك أكتر دلنا أقصده يمكن إن شاء الله حصدنا يبقى كويس اللي تبدأ المباركة بقى في حالتها هنا في مصر الأمور بالنسبة لنا بتبقى أفضل بكتير يعني من جمهور بتاعنا هو إيه الفرق بين هنا وبين مصر؟ ما بين مصر يعني وتنزل لا في الأهل ما عندناش فرق يعني تعرف الأهل يعني زي ما بقوله يا ما دا اتعرز تقول أنا شفنا أسوأ من كده بكتير وشفنا حاجات وده اللي أنا بقوله وده اللي أنا دي الأهلي الخبرات الأهلي وشكده أنا بشوف إن المطش اللي جاي أسعب كتير من المطش اللي أولا دي ولازم بتحفظ أكتر عنده رصيد من البطولات بتقولك إن إيه اللي ممكن غريب يحصل يعني إنت فاهم؟ لو قد سمعت الحكايات للأجيال والأجيال واحنا عايشنا حاجات دلوقتي الأمور مختلفة تماما أفضل بكتير أفضل بكتير على الأقل المباراة بتتزع طياران كان عامل إزاي والأقبات بتنام فيه وأوقات بتنام في المطار تحت الكلاسي الملعب كانت عاملها زي أنت كان ببعندك بكتير مش عارف تخرجها الملعب وحش جدا وحاجات كان فيه حاجات غريبة بتحسن دلوقتي الأمور أفضل وأحسن كدير الميزة في نادي الأهلي أنا وجهت نظري نادي الأهلي عنده صف تاني مميز جدا جدا وإحنا لازم وإحنا شغالين نبقى عاملين في حساباتنا يعني في حساباتنا إلي أنت أوقات فيه مطشات بتبقى صعبة فهي حلها الشروط التاني فاللعيب اللي عندك ده بره ده حل كويس جدا وسياسة التدوير بتاعت مرسل كولر مدية الفرصة دي كتير جدا بتبقى اللعيبة الاحتياطي أنت مش عارف مين احتياطي ومين أساسي يعني مثلا في نص الملعب حتى في وجود دي ينجي قبل الإصابة أنت متعرفش من التلاتة اللي يبدأه تمام أنا فاية الأهلي عنده الحمد لله في الحيطة دي ناس كتير أنا بس يعني إمام كان بالنسبالي في نص الملعب بيدي يبور أكتر شوية أعلى مثال لرقم تمانية تمانية نموزك زي ما بيقولوا يعني عنده صخة كويسة زي ما السلية كده زي ما يعني قرب أنه يبقى كده تاني يرجع السلية بدأ يرجع تاني زي الأول يعني أنا بيعجبني في السلية حاجة أسوأ حالاته بينزل سبعين أسوأ حالاته بينزل سبعين ما بينزلش تلاتين في لعيبة تدك مية وتدك تلاتين دي كارسي الله يرحمه كابتن جهري قال لي الجملة دي قبل كده قال لي إسلام أنا مش عايزك تبقى مطش مية في المية وخمس ست مطشاط اللي بعد كده سبتين واربعين وتلاتين الحمد لله قال لي أنا عايزك دايما تبدأ سبعين أنا جاي بقى يعني ما حضرتش كابتن جهري بس الحمد لله أننا الدنيا بس مدرب جامل كابتن رضا شحطا بما أنه شايف النقطة دي الكلمة دي الكلمة دي ما هي بيتلاقي في التمرين هقول لك حاجة تانية خبتن إسلام عارف الكلام ده كويس تلاقي العاب في التمرين عالمي في المطشاط مش موجود طيب الرؤية دي مين لا هيشوفها مدير فني يا إما تمشيه من نادي يا إما وفيه بدون ذكر يا أسماء لعيبة كانت مواهب فزة مواهب مش طبيعية ويدي موسم جامد جدا الموسم التاني تلاقيه تلاتين بقى طول الموسم حاجة تانية مجبنا حاجة تانية أصعب بقى ممكن يبقى في النادي بتاعه عالمي منتخب مصر مش كويس بس أنا مش أقول أسماء يعني وفي النادي الأهلي هل ده مش موجود؟ موجود ده فيه لعيبة بره النادي الأهلي جامده وفي النادي الأهلي لعيبة عدي بس لطي كده النادي الأهلي العيبة يبقى مكسر الدنيا في مكان ويجي عندك مع الضغط الجمهور مش يستحمل اللي بيحصل فنقصد إن الحاجات اللي هي التفاصيل اللي هي بتاعت الكرة دي لازم تبقى تبقى معاك زي ما احنا بنتكلم على علاميا لازم بابردو بقى مركز مع العيب تك مين اللعب اللي بيقلق مين اللعب ملعبش تحت ضغط مين اللعب يلعب أهل وزمالك ممكن اللعب ما يقدرش يلعب معطش أهل وزمالك على بالك ممكن تنجح وممكن تفشل يعني ممكن أنا أختار رضا شحيته ورضا شحيته بطلقش كويس زي ما أنا عايز زي ما أنا اخترته أنا اللي مختاره وكل حاجة فأنا بختار عشرة لما ينجح منهم سبعة أو ستة كمان فجيب رضا ما ينجحش لأ وسعب تبقى أنت شايف توظيف اللاعب ده في خطتك يمشي وماتشنج معك جدا وهو بيلعب في فرقة الفرقة ليها أجواء تانية وليها ظروف مبارات تانية ييجي معك مع الضغط اللي بتبقى ضغطة جدا على الأهل أو دفاعيا بيبقوا قافلين جدا بلوك خالص يعني تلاقي اللعب ده مش هو اللي أنت شايفه في النادي التاني توظيفه بنفس حالته وبنفس توظيفه في النادي اللي هو كان بيلعب فيه تيجي توظفه في خطتك تلعيب مش ماتشنج خالص أكثر المشاكل اللي بنقابلها بنحنا بنقابلها إن احنا بنختار عموما في الدوري يعني بتختار لعيب الكواس قوي بس مش مناسب لطريقة لعبك يعني ممكن لعيب هايل في نيدي بس نيدي ده بيلعب إيه بيدافع طول الوقت بيلعب على المرتدة فهو في المرتدة نموزها لو أنا جبتوا نادي لأهل مسلا خلي بالك برضو يا رضا لما يجيبوا نادي لأهل مسلا المساحات ديقة كل الفرقة بتقابلت فدي مشكلة يعني انت برضو لازم والعكس تماما برضو يعني انت ممكن تاخد لعيب هجوميا كويس جدا ودفعيا وحش فتاخده تودي الفرقة أقالي شوية هيدرك فانت لازم انت بتختار اللي يناسب طريقتك أو تختار اللعيب اللي يقدر يلعب في مساحات أنا كنت أقول لك على فرقة فرقة دلوقتي إن هي بلعبهم مساحات ديقة أي اللعيب بلعب في مساحات ديقة تأكد انه نلعب في ايه طريقة صحب صحب هيبقى سهلة معاك في ايه طريقة اللي بيبقى محتاج مساحات كبيرة ده هجيبها لكم نيه